السلام عليكم اليوم عندنا نظرة أولية لسلسة الجالكسي النوت 10 الشركة قدمت النوت 10 وهذا اللي رح ركز عليه في هذا الفيديو لكن الشركة أيضا قدمت النوت 10 5G ما جربته لكن مقارب تماما لما هو موجود في النوت 10 بلس اللهم بعض الاختلافات البسيطة مثلا 1 تيرا بايت الساعة التخزينية رح تكون صالح النوت 10 بلس رح نجي لهذه النقاط لاحقا إن شاء الله إذا عجبك الفيديو أتمنى كل التمني الآن تضغط على زر اللايك وكل الشكر لك في كثير من النقاط متشابهة ما بين النوت 10 والنوت 10 بلس أولا في مسألة الطلب المسبق موجود الآن في خالة الوصف الأسعار مهب عندي إلى الآن لكن الرابط ممكن يعطيك فكرة عن مسألة الأسعار وأيضا رح أتأكد من اليوم بالمئة أن الأسعار رح تكون موجودة في خالة الوصف أول ما تصني بشكل رطمي زي ما قلت أنه في كثير من النقاط متشابهة ما بين كل هاتف محمول لكن في أيضا نقاط جوهرية تبين لك الفروقات ما بين كل هاتف محمول مثلا أنه كل هاتف متفق في مسألة IP68 أنه مقاوم للماء كل هاتف متفق أنه نعم ما في 3.5 متر تم الاستغناء عنه بشكل رطمي على كل هاتف محمول لكن تم استبداله في مسألة IR تقنية تشعة تحت الحمراء فأوكي شيء مرحب فيه يعني هذه التقنية رجعت بعد انقطاع طويل وش رايكم أنتم؟ هل أنتم مع أو لا؟ حسب ما وصلني أنه رح يكون في سماعة إذن يتم وضعها بداخل الصندوق رح يتم إيصالها بشكل مباشر مع USB Type-C بالتعاون مع شركة AKG فالصوتيات رح تكون ممتازة لا تشيلها نظام استيريو سماعتين ودولبي أتموس موجود أيضا على كل هاتف محمول فالسماعة الخارجية أيضا ما رح تخيم أملك كل هاتف محمول متفق في مسألة نعم عندنا شريحتين لكن النوت 10 العادي ما في مايكرو ستي بينما النوت 10 بلس في مايكرو ستي فحط بيالك هذه النقطة لا تنساها نعم كلهم متفقان في مسألة إضطار من الألمنيوم غريلا غلاس الجيل السادس من جهة أمامية وأيضا جهة الخلفية رح تلاحظ أنه درجة الانحنا أقل بكثير ما موجود في سلسلة ال S10 وهذا الشي كويس نعم أعرض ما موجود في سلسلة ال S10 برضو لما تحطت جوال النوت 10 بجانب النوت 10 بلس رح تلاحظ بشكل فوري أنه كل هاتف رح يقدم لك نفس السماكة 7.9 ملي متر لكن فيه اختلاف جوهري بكل تأكيد في مسألة الوزن 3500 ميلي امبير للنوت 10 مقارنة ب4300 ميلي امبير لكن الناس تعدد شوي جايك في الكلام كل هاتف رح يكون موجود معه بداخل الصندوق طبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقا وأيضا شاحن سريع 25 واط وهو نفس ما هو موجود في ال A70 لكن أعتقد أن الشركة لاحقا رح توفر شاحن بقوة ال 40 واط يتم أو رح يتم بيعه بشكل منفصل وش رح يكون بهذه الخطوة هلا أنتم مع أو لا رح تلاحظ أن الأزرار تحكم صوت وأيضا تشغيل واطفاء هذا المحمول باستجابة رائعة لكن موجودة في الجهة اليسرى على أقل في المكان الأمثل في النص ما رفضها فوقه لكن الشيء الجديد أنه من خلال قائمة العددات زر الطاقة ممكن تبرمجه بضغطتين فممكن تفاعل خيار بيكس بي أو ممكن تفاعل لإطلاق تطبيق معين أو إذا ضغطت بشكل مطول لمسألة تفعيل بيكس بي يعني في حال أنه الغيته وأيضا إطفاء الهاتف محمول ممكن تستخدم الضغطتين لإطلاق تطبيق الكاميرا على سمثال فهذا خيار موجود فاللي أبقى أقول لك هي أن الشركة يعني حطت لك فظائف مفيدة أخيرا لزر الطاقة أوكي فهذا الشيء مرحب فيه IR بدل 35 متر ما عندي أي مشاكل رح يحط لك سماعة بداخل الصندوق فهذه النقاط بيين لك أنه في أشياء كثيرة متفقة ما بين النوت 10 وأيضا النوت 10 بلس لاحظ معي الكاميرات الثلاثة بنفس المفهوم كاميرا أساسية كاميرا ألترا وايد وكاميرا بتقريب بطري إلى مرتين لكن لاحظ معي أنه النوت 10 بلس رح يقدم لك كاميرا رابعة مسؤولة في مسألة T.O.F وهذا في مسألة تطلقات ثلاثية الأبعاد وأيضا مسؤولة بشكل كامل في أداء رائع أو أداء ممتاز في مسألة البورتريت ففيه اختلافات على أقل الكاميرات الثلاثة على كل نسخة مهيب بارزة فأوكي ما عندي أي ملاحظات أيضا رح تلاحظ اختلاف كامل للواجهة الأمامية مقارنة ما موجود في النوت 9 مساحة إطار الشاشة أقل موجود في النوت 9 على كل هاتف محمول ثقب موجود في الكاميرا الأمامية على شاشة كل هاتف محمول لكن في المكان الأمثل في النص فما رح يخرب لك التجربة لما تشوف أو تستخدم الشاشة بشكل مكثب أضف على ذلك من الأشياء رح تلاحظه أنه صار في مستوى الحماية خاصية التعرف على الوجه من كاميرا الأمامية يعني رح تكون مجال سوفت وير وليس هارد وير لكن عندك الألترا سونيك الموجات فوق الصوتية البصمة وهذا بمستوى أعلى من ناحية الحماية ليست الأسرع لكن من خلال تجربتي الأولية وجدت من استجابة ممتازة نوكس موجود على كل هاتف محمول فممكن تستفيد منها أيضا في مسألة الحماية النوت 10 ما رح يقدم لك المايكرو ستي والنوت 10 بلس رح يقدم لك المايكرو ستي فهذه النقطة لابد أن تنتبه لها كل هاتف محمول رح يقدم لك نسخة الشريح 10 شحن العكسي والشحن السلكي زي ما شفنا في الاس 10 والاس 10 بلس موجود تماما لما هو موجود في الاس 10 والاس 10 بلس مع النوت 10 والنوت 10 بلس الآن في مسألة السعة التخزينية النوت 10 رح يكون عبارة عن 8 جيجابايت و256 جيجابايت نسخة 5 جي على المثال لا رح تكون 12 جيجابايت و512 جيجابايت يعني فهي اختلاف في مسألة السعة التخزينية النوع السعة التخزينية رح يكون عبارة عن UFS 3.0 لكن من المتأكد منها 100 بلس يعني على المثال نوت 10 بلس رح يكون 12 جيجابايت ستاندرد واحد فقط 12 جيجابايت للذاكرة عشوائية والسعة التخزينية 512 جيجابايت في مسألة الألوان يعني شوف هنا الألوان برضو رح تلاحظ فيه فروقات الأورا غلو اللي هو اللون اللي قدامك جميل تماما على الواقع لكن في عندك اللون الأبيض وعندك اللون الأسود احنا قاعد نتكلم عن النوت 10 بلس شوف النوت 10 لا هنا النوت 10 رح يكون بألوان أكثر ما موجود في النوت 10 بلس مثلا زيادة في اللون الوردي فموجود اللون الأحمر موجود الآن مع سلسلة النوت 10 العادية ما هي موجودة أو ما رح تكون موجودة مع النوت 10 بلس فأيضا هذا الشيء ينطبق على مسألة القلم حسب اللون اللي تاخذه رح يكون اللون مستقل للقلم أيضا موجود طيب نبي نرجع للشاشة ما في تسعين هرتز تسعين هرتز تسعين هرتز هذا الشيء غير موجود مع سلسلة النوت 10 فيه الـ موجود نعم بمكانة الكثمة منها لكن فيه فرق جوهرين فيه مسألة مقاس الشاشة النوت 10 6.3 إنش النوت 10 بلس 6.8 إنش فمسألة التحكم بيد واحدة رح تكون لي صالح النوت 10 مقارنة بما موجود في النوت 10 بلس لكن لو خيرت وأنا أقولها بصراحة أنا راح أقول النوت 10 بلس تعجبني الهواتف بالشاشات كبيرة ومع استغلال لمساحة إطار الشاشة في الحجم لكل هاتف محمول رح يكون بأصغر مما توقعنا طيب كل هاتف محمول متفق في مثلة الـ ديناميك اوماليد فعمق اللون الأسود والألوان جميلة الإضاءة ممتازة جدا جدا ممتازة كل شاشة رح تكون HDR10 بلس لكن عدد البيكسلات في النوت 10 العادي 401 بيكسل لكل إنش عدد البيكسلات في النوت 10 بلس 498 بيكسل لكل إنش مو بس هذا الفارق لا وهذه أول مرة أشوفها الصراحة النوت 10 رح يكون 1080p بلس رح تلعادات 1080p بلس أما النوت 10 بلس هنا رح يكون Quad HD النوت 10 العادي 1080p بلس النوت 10 بلس رح يكون Quad HD لكن ممكن التعدل أيضا من قائمة ردات وترجع الدقة إلى 1080p مع النوت 10 بلس نظام استيريو للصوت سمعتين موجود Dolby Atmos موجود فالصوتيات جدا ممتازة مع مزيج رائع من الشاشة والصوت رح يكون تحفو فنية في مسألة المالتي ميديا وأيضا في مسألة بالنسبة للأداء والبطارية فالنسخة الرسمية قد تكلم عن السوق أو للسوق السعودي أو السوق الخليدي أو السوق العربي بشكل عام رح يكون عبارة عن 9825 أول معالج من سامسونج بتقنية السبعة نانوميتر بأداء عالي تماما تماما وأخيرا وهذا الشي ممتاز الصراحة أنه رح يكون الأداء ممتاز مع النوت 10 وأيضا النوت 10 بلس ما تعبثوا نهائيا في مسألة الدواكل العشوائية وهذا الشي يحسب لهم واي فاي سيكس موجود جي بيس موجود NFC موجود بلوتوت 5.0 والسماح بالاخترام بجهازين أو سماعتين للنوت 10 موجود أيضا ال LTE كات 20 برضو موجود فكافة التقنيات التي تريدها موجودة على كل هاتف محمول في فروقات في مسألة البطارية زي ما وضحنا فحط يباركها للنقطة طيب في مسألة النظام هو يستخدم نظام الاندرويد ال One UI الواجهة اللي شفناها مع ال S10 وال S10 Plus موجودة مع النوت 10 لكن أو سلسلة النوت 10 لكن في بعض الفروقات ولازم نذكرها يعني أبرز وأهم فرق رح يخلي سلسلة النوت متميزة عن أي هاتف موجود حول العالم هو ال SPIN حساسية الضغط 4096 استجابة جدا رايحة ودرجة الانحناء للقلم مع ذلك الاستجابة أيضا ممتازة لكن القلم الآن صار فيه 6 من الأكسس أو نوع من الاتجاهات اللي رح تكون ثابتة ومستشعر الجيرسكوب موجود أيضا من نفس القلم ونوع جديد من البطارية رح سسمح لك أنه على وضعية الاستعداد فقط ممكن يصل معك إلى عشرة أيام بدون أي مشاكل فالقلم الجديد مع هذه التقنيات والمستشعرات أصبح ممكن تتحكم مع الواجهة بدون ما تضغط عليها نهائيا فمثلا من خلال تطبيق الكاميرا ممكن تتنقل ما بين وضعيات التصوير أو الانتقال ما بين الكاميرا الخلفية إلى الكاميرا الأمامية وهذا الشيء ينطبق أيضا في مثالة متصفح سامسونج الستيديو تطبيق الموسيقى مسجل الصوت كلها أيضا رح تكون موجودا مع بعض الحركات اللي ممكن تسويها فوق وتحت يميني صار ضغطة أو ضغطتين الاتجابة؟ أوكي ممتازة لكن هل لها فائدة كبيرة؟ هذا الشيء أبيكم تشاركونا بعيكم في خانة دلقة بالنسبة لي عجبتني الحركة على فكرة هذه كل الحركات تحت مسمى Air Action ذكرت الجالكسي S4 يعني ماذا ليش بلاست الله هما الآن صار في قلم أيضا من ضمن التحسينات أنه الآن صار في خاصية الزوم ممكن تستفيد منها من خلال تطبيق أو مذكرة خاصة بسامسونج فهذه ممكن تخليك تشوف وش مكتوب وأيضا أنه ممكن تسوي تحديد للنص بحيث أنه ما يروح عليك بعدين فممكن ترجع لها وممكن تستفيد منها صار الآن في عندك خيار أنه ممكن تحول نص كتابة اليد إلى النص العادي ممكن تسوي إكسبورت أو تصدير للملاحظات إلى صية أخرى مثلا مثلا إلى صيغة الورد مايكروسوفت وورد أو مثلا إلى البي دي اف ممكن تستفيد منها فهذه واحد من الخيارات اللي ممكن تفيدك مع القلم الجديد أيضا بسبب أنه هذا الهاتف خارق بأداء خارق صار عندك محرر فيديو موجود بالنص في السيديو واللي أبقى أقول لك إياه أنه الآن باستخدام القلم فعندك دقة ممتازة في عملية تحرير الفيديوهات من خلال شاشة النوت 10 أو النوت 10 بلس وهذا أوكي بالنسبة لي أشوفه جدا ممتاز وعندك إذا تبقى خصائص أكثر لمحرر الفيديو فعندك تعاون رسمي ما بين ادوبي وسامسونج ادوبي راش موجود من خلال متجر خاص بجالكسي أو خاص بشركة سامسونج فعملية تحرير فيديوهات شي ممتاز جدا ممتاز ممكن أيضا تستخدم القلم في مسألة وهذه في مسألة أن ترسم مثلا تاج فوق راس الشخص أو الطفل وهذا رح يكون ثابت بالاعتماد على الكاميرا العمامية ممكن تحط بلونات ممكن تحط أي شي انت تبغى مع هذه الخاصية كمواقع معزز أكثر لا تنسى مجرد ما تسحب القلم راح تطلع لك الخيارات أو القائمة بشكل جانبي أو بشكل طولي يعني عندك إنشاء ملاحظة أو مثلا عرض كل الملاحظات اللي انت سويتها مثلا الاختيارات الذكية مثلا الكتاب على الشاشة مثلا أو على سبيل المثال أن تكتب على الشاشة والشاشة مطفئة فهذه اللي شفناها مع سلسلة النوت 9 وجودة أيضا مع سلسلة النوت 10 والنوت 10 بلاس تحسب أن انتهينا؟ لا في خاصية النسخ للتطبيقات في مع تحسينات الديكس برضو راح يكون هذا هاتف محمول بحجم أو حاسب مكتبي بحجم الهاتف المحمول برضو راح يستفيد منها في عندك خاصية تصوير الشاشة لكن الآن زيد عليها أنه ممكن تسبيل منها أنه التعلق وش قاعد تسوي في الهاتف المحمول من خلال الكاميرا الأمامية فممكن هذا الخيار يفيدك جدا ممكن يفيدك الآن برضو من ضمن خدمات السوفتوير عندك اللينك تو ويندوز وهذا راح يسمح لك أنه بربط الحساب الخاص بمايكروسوفت على الهاتف المحمول لاستقبال المكالمات الرد على الرسائل فحركة حلوة الصراحة وممكن يتم وصلها بشكل لا سلكي إلى حاسبك المكتبي أو هاتفك المحمول برضو في مثالة الجيمينج حطولك نظام تبريد خاص ومن خلال جيم بوستر فعندك خيار لمراقبة حرارة اللي هاتف المحمول وأيضا مسألة أداءها واستهلاكها للذاك العشوائية وممكن تسوي بث مباشر برضو ممكن تمنع التنبيهات ممكن تسوي كثير من خيارات من خلال هذا الخيار أثناء اللعب واللي ممكن راح يكون جدا جدا مفيد للأشخاص اللي موان يلعبون ما يبون أحد يزعجهم فممكن يفيدهم هذه الخاصية طيب وماذا رأيك في مثالة الكاميرات؟ كما ذكرنا عليكم أن الكاميرا الأساسية على كل هاتف محمول هي عبارة عن 12 ميجابيكسل أوتوفوكس تركيز تلقائي فتحة عدسة قابل للتغيير بشكل هاردوير وليست سوفتوير من 1.5 إلى 2.4 بمثبت بصري على كل هاتف محمول الكاميرا الألترا وايد على المثال 16 ميجابيكسل فتحة العدسة أيضا ممتازة على كل هاتف محمول لكن هي فيكس فوكس ما هي باوتوفوكس التليفوتو التقليد البصري إلى مرتين فقط هي عبارة عن 12 ميجابيكسل راح أيضا راح تقدم لك المثبت البصري بفتحة العدسة 2.1 فالزيادة أنه النوت 10 بلس راح يقدم لك كاميرا رابعة لـ COF واللي راح تلعب دور كبير جدا في مسألة إطائق تفاصيل أكثر لما تبغى تصوير بورتريت أو استخدام 3D أبليكيشن من خلال الكاميرات الخلفية صار الآن عندك خيار للليف فوكس فيديو اللي يعطيك تأثيرات جميلة فممكن تستفيد منها ممكن تستفيد منها السوبر سلو الليف فوكس البكس بي بيجن الـ AR و موشن أيضا موجودة من خلال تطبيق الكاميرا ونسيت ما أقول لك أنه كل هذه المحمور سيضع 10 ميجابيكس الكاميرا 100 و 4K مثل ما رأينا في S10 و S10 Plus سيكون أيضا موجودة مع الكاميرا الأمامية فهذه كانت تجربتي الأولية شاركين برايك في خلال التعليقات إذا أعجبك الفيديو أضغط على زر لايك وإذا لم أعجبك أضغط على زر لايك وإذا لم أعجبك أضغط على زر الدس لايك